ومهم قوي برضو زي ما بنتكلم برضو عن الرياضة مهم قوي ان احنا برضو نهتم اكتر بالمستوى التعليمي للطلاب ودرجاتهم والمذاكرة والامتحانات ان انا برضو نهتم اكتر بدعمهم النفسي وحالتهم النفسية قبل وبعد واثناء الامتحانات وكمان نحاول نقدم لهم توعية بجوانب كتيرة في الحياة لان الحياة مش بس مذاكرة ودروس على فكرة وعشان كده مؤسسة حياة كريمة اطلقت اول معسكر لشباب الجامعات اللي من خلاله الطلاب طلاب هيكونوا بيقدموا ويشتركوا في المعسكر ده واختاروا منهم بالفعل 160 شاب من مختلف محافظات مصر عشان يتكلموا معاهم ويسمعوهم ويعرفوا الشباب بتفكر ازاي ويوعوهم بموضوعات مختلفة خلونا نروح نشوف تفاصيل اكتر في التقرير ده احنا النهاردة في اليوم الاول من المعسكر التدريبي الاول لمؤسسة حياة كريمة لعام 2024 عملية انتقاء المتدربين وعملية اختيارهم استغرقت اكتر من شهرين بدأنا مع الطلاب في فترة الامتحانات بمبادرة وي سابورت كنا من خلالها موجودين مع الطلاب خلال فترة امتحاناتهم بنقدم لهم الدعم النفسي وكمان بنعرض معاهم خطة مؤسسة حياة كريمة لصيف 2024 محمسة جدا بعد ما عرفت ان فيه منافسة ما بيننا وبين محافظات تانية ان شاء الله المحافظة بتاعتنا تبقى المركز الاول ومتحمسة جدا بعد ما شفت الاجندة بتاعتنا النهاردة ومليانة ووركشوب كتير وخصصا ان احنا نتكلم عن القضية الفلسطينية وتأثيرها على الامن القوم المصري اسبكوا بعشا نشوف انشطة اليوم النهاردة سجلت على اللينك اتقابلت جالي رسالة القبول روحت المحافظة في كفر الشيخ المعسكر سجلت ومليت بياناتي اتقابلت في اول معسكر لحياة كريمة في محافظة الاسماعيلية موجودين النهاردة في اليوم التاني من محافظة حياة كريمة اجاي ليوس محافظة الاسماعيلية يعني يمكن نبدأ من كلام الكيادة السياسية ان احنا محتاجين نتكلم مع شبابنا فاحنا موجودين النهاردة علشان نتكلم مع شبابنا ونسمعهم ونسمعهم هما بيتكلموا مع بعض بيفكروا في ايه ايه اللي هما محتاجينه علشان يواجهوا اي تغييرات او اي التغييرات الحادة بالذات اللي بتحصل على مستوى العالم حاليا اهم حاجة بتميز معسكرات حياة كريمة هي ان الشباب المتطوعين القدام مع شباب الجامعات اللي حابين ينضموا لحياة كريمة بيعودوا مع بعض الايام المعسكر في نوع من انواع التعايش الحقيقة اني دي اول مرة اشارك في معسكر الحياة كريمة انا الاول عرفت ازاي المعسكر ده انا كنت قدمت على الابليكيشن على الويب سايت وجاء لي ان انا اروح اعمل انترفيو الاول ورحت وعملت الانترفيو وماليت الاستمارة وساعتها عرفت ان انا هسافر لمعسكر الحقيقة ان انا هي فعلا اول مرة ولكن انا استفدت كتير كده انا على فكرة من اصغر المتطوعين الموجودين في حياة كريمة انا سن خمسة سنة وده بيدل ان مؤسسة حياة كريمة بتدعم الشباب وبتدعم الاطفال اللي هما سنهم صغير انا طبعا سعيد ان انا موجودة النهاردة في المعسكر اتعلمنا حاجات كتير قوي من المعسكر ده ومن ضمنها ان احنا اتعاملنا مع المحافظات التانية ما بقنتش كاهرة ومحافظات لا كلنا بقنا واحد النهاردة معسكر حياة كريمة والمؤسسة حياة كريمة يعني بتقوم به زي ما نقول من ايه تو زي الحقيقة المعسكر كان فيه ورش تدريبية كتير جدا على محاور مختلفة كان فيه مهارات التواصل فده كان هدف برضو من اهداف المعسكر انه هو اهمية التطوع واهمية اثره على المجتمع عشان نقدر نوصل لأكبر كم من الناس عندهم احتياجات فعلا ونلبيها وبإذن الله ده مش يعني دي نقطة انطلاق زي ما بنقول المعسكر استهدفنا 160 شاب من اقليم الدلتة بس لكن بعد كده ان شاء الله هيكون فيه يعني احنا هدفنا السنة دي ان احنا يكون فيه الفين شاب بيضموا معنا في المعسكرات فزي ما نقول دي نقطة الفداية لسه والمعسكرات اللي جاية ان شاء الله تكون احسن واحسن احنا خلاص وصلنا نهاية فعليات معسكر اجايل يوس اللي عملته مؤسسة حياة كريمة المعسكر الاول في صيف 20-24 الحقيقة ان انا استفدت جدا دي اول مرة اشارك في معسكر شبه كده والحقيقة ان انا نميت كتير قوي من مهاراتي وقدرت ان انا اتعرف على ناس جديدة مش بس في محافظتي ولكن في محافظات تانية وقدرت ان انا اكون نتورك كبيرة قوي من العلاقات سعيدة بالمشاركة دي واتمنى انها تتكرر تاني مرة واثنين وثلاثة النهاردة كان ختام معسكر اجلي يوس كان المعسكر الاول من نوع السنة دي وبجد معسكر انا حزين ان انتهى النهاردة علشان كان مسمر جدا وبشكر مؤسسة حياة كريمة على المعسكر دوت واتمنى يكون فيه فرص اكتر ان احنا نتجمع مع بعض ونستفيد من خبرات بعض وشكرا مؤسسة حياة كريمة بنهاية اليوم نختم الختام المعسكر النهاردة استعمتعت جدا وبصراحة استفدت في المعسكر ده ان انا تعرفت عن ناس جديدة من محافظات مختلفة موسيقى